طبعا نتابع عن كسب العقوبات الواردة تباعا على الحكومة الروسية ولكن أبرزها في جانب الطيران هو تلويح قديم جديد فقد أعلنت المفوضة الأوروبية أو بالتخصيص الوكالة السلامة الأوروبية في 24 من الشهر الجاري تحذيرا إلى شركات الطيران حول العالم بخطورة التحليق فوج الأجواء الأوكرانية أو حتى الاقتراب من الحدود بمسافة حوالي 100 ميل أي ما يقرب 185 كيلو متر من أجل سلامة الطائرات وخشية تكرار ما حدث من قبل مع الطائرة الماليزية التي سقطت فوق الأجواء الأوكرانية شركة أوكرانيا في العام 2014 خشية التعارض مع استخدام الأسلحة فوق الأجواء ولكن الغرض اليوم والأجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية تباعا وآخرها كان اليوم فرنسا التي قرأت إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات التجارية الروسية هو عقوبة اقتصادية خاصة أن الطيران هو العمود الفقري للدول التي لا تتمتع بمساحات بحار ومحيطات واسعة من أجل تصدير وإستراد السلع الخاصة بها وكذلك فأنه عزلة لروسيا حول العالم تريد الدول الأوروبية أن توصل لها رسالة بأن صادراتك وورداتك لن تمر عبر أجواءنا كذلك تتردد ألمانيا فقط إلى الآن من إغلاق المجال الجوي خشية أنها ستكون الخاسر الأكبر بعد روسيا في حل غلق المجال الجوي أما صناعة الطيران عموما فهي صناعة هشة فإذا ارتفعت أسعار الوقود كما حدث قبل نشوء الحرب فإن شركات الطيران بالطبع كلها ستتأثر وأبرزهم الطيران الروسيا الذي لا يعود له منفذ غير الأجواء الأوروبية للمرور إلى باقي الدول إلا ما اللهم شرك أسيا فهي المتضرر الأكثر يليها الشركات الأوروبية والسياحة الروسية والتركية بالطبع ستتجنب خسائر فادحة خاصة أنه مسم السياحة إلى المنتجعات والذي يبدأ من الآن وحتى نهاية الصيف كذلك الوجهات السياحية في شبه جزيز سيناء والبحر الأحمر والسياحة التركية عموما ستتأثر وستحزى بخسائر فادحة طيب إلى أي مدى ستصمد موسكو في وجه هذه العقوبات خاصة فيما يخص الطيران هل من بدائل لموسكو في هذا الأمر؟ بالطبع هناك بدائل فدول العالم أجمع بعض منها تعرض لعقوبات اقتصادية وتعرض لحظر من الطيران ومنها دول عربية ومنها دول في أسيا وهذه العقوبات لا تؤدي لانتهاء الدول أو انهيار اقتصادها ولكن توجعها بضربات أكثر إلاما إذا لو كانت موجودة هناك بدائل تكون حول الالتفاف بمسارات طيران أطول تستهلك وقود أكثر مما يؤدي إلى وجود خسائر أكثر لشركات الطيران ستتجنب المرور من فوق الأجواء الأوروبية ولكن هذا في بعض الأحيان سيكون مستحيلا لأن الرحلات ستطول مدتها إلى الأضعاف وتكون ليست زاد جاتوة اقتصادية لأن ارتفاع أسعار الوقود مع ارتفاع زمن الرحلة سيؤدي إلى خسائر فدحها ولكنها لن تؤدي إلى انهيار اقتصادها وذلك فقد تلجأ روسيا إلى استخدام مطارات بديلة في شركة أسيا ترجمة نانسي قنقر